السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن غراس الجنة ما هي غراس الجنة الغراس هي جمع غرس وهو ما يغرس من الشجر ومن الحبوب والكروم والفواكه والنبتات فالمسلم في عمله هو حريص على نيل رضى الله سبحانه في شأنه كله في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته حاله كحال من يغرس الأششال ويتبتها في الأرض لتنبت وتكبر في صورة جميلة بهية ورائحة زكية عطرة ثم إذا سأل الناس عنها أشير إليه بالبنان وقيل هذا غرس فلان فيطير المؤمن فرحا وسرورا نتيجة عمله لأنها أتمرت هذه التمار فلم يضع جهده هباء منتورا ولم يخسر العناء لهذا جاء في الأثر النبوي ومما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أن النبي الكريم رأى صحابيا أبو هريرة يغرس غرسا فقال له يا أبا هر ألا أدلك على غراس خيرا من ذلك فالتفت الصحابي الجليل منتبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا حق ولا ينطق إلا صدق قال ما هي غراس الجنة قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي غراس الجنة ما شاء الله ما أعظمها من كلمات وذكر يفوح عطرا شديا فسبحان الله هي تنزيه له جل علاه والحمد هو تناء وتمجيد لله ولا إله إلا الله هي توحيد له سبحانه فهو الواحد الأحد الفرض الصمد والتكبير هو التعظيم والإجلال فلله ذر من حرس على ترديد هذه الأذكار صباحا مساء وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على المقصود بغراس الجنة أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما أخبر إبراهيم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خصوصا في ليلة الإسرائي والمعراج أيها الأحبة الكرام إن غراس الجنة من أذكار السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم بحمده غرست له نخلة في الجنة من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة لهذا كان الصالحون يجلسون ويقولون سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يقولونها بلا عدد على قدر ذكرهم لها يغرس لك الله تعالى نخلة في الجنة فإذا جئت يوم القيامة رأيت ملاهير النخيل على مد البصر فيها كروم واتمار ما شاء الله عليها فتقول لمن يا ربي هذه النخيل ودي الكروم والتمور يقول ربنا إنها لك إنها من غرسك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ولو كانت مثل زبد البحر فمجرد أن تقول هذا الكلام ربنا يغفر الذنوب ويستر العيوب ويضاعف الحسنات ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم وهذا الحديث كان يجتمع الصالحاء والفضلاء وحتى الأمراء والأعيان يجتمعون خصوصا ليلة القدر يتلون هذا الحديث الذي ختم به البخاري جامعه الصحيح كانوا يقولون قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يلهجون بالحمد والتكبير والتعظيم لله عز وجل حتى تدبح أصواتهم وحتى يكاد يغمى عليهم لما يعلمون من الأجر والتواب الجزيل فيها ثم قال صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها ثم قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك ثم قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة بمعنى لا تحول إلى حال إلا بقوة دافع من عند الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحط كثيرا في أي موطن يحط صحابته للاهتمام بالأذكار وترديدها كان يقول أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة قالوا كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح الله مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة وقال صلى الله عليه وسلم إن الله استفى من الكلام أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فمن قال سبحان الله كتب له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة ومن قال الله أكبر فمثل ذلك ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له تلاتون حسنة وحطت عنه تلاتون سيئة هكذا جاء في صحيح الجامع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشرا كان كمن أعتقى أربع أنفس من ولد إسماعيل وهذه الأذكار هي أذكار جليلة عظيمة الأجر وهي من الأعمال السهلة اليسيرة على اللسان حيث يمكن للمسلم أن يذكر الله تعالى في كل وقت وحين يحصل بذلك الغرس الكثير من شجر الجنة ونخلها ومعنى هذه الكلمات الأربع يأتي التسبيح بصياغ عدة منها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والتسبيح يعني تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعيب وتنزيهه أيضا عن الشريك والصاحبة والابن ونحوها أما الحمد والذي يأتي بلفظ الحمد لله فهو التناء على الله تعالى المستحق للحمد وحده لما اتصف به من محاس ومحامد ولما له من أسماء وصفات وأما التكبير وهو قول الله أكبر فتعني أنه تعالى أعظم وأجل وأكبر من أي شيء في هذا الوجود وأما لا إله إلا الله فتعني أنه لا مستحق للعبادة بحق إلا الله تعالى وهي كلمة التوحيد وأعظم فرائد الدين ولهذه الكلمات والأذكار فضائل كبيرة وكثيرة نذكر منها أنها أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس ويعني بذلك أنها أحب إليه من الحياة الدنيا وما فيها من زينة كما أنها مكفرات للذنوب وأنها غراس الجنة وأنها ممن يفضل به المؤمن فليس أحد أفضل من مؤمن يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وأن الله تعالى اختار واصطفى هذه الكلمات لعباده وجزى عليهن قائلهن الأجر العظيم والتواب الجزيل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن تقيلات في الميزان وأن هذه الكلمات تحمي قائلهن من النار فهن جنة له من النار ومنجيات له من العذاب وأن قائلهن ينال بكل واحد منهن أجر الصدقة وأنهن يتحلقن حول عرش الله يذكرن صاحبهم ولهن دوي يشبه دوي النحل وقد أسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم غراسا لأنها تغرس كما تغرس النبتة في الأرض فكذلك هذه الكلمات تغرس في الجنة لأن مكانها ثمة فلنحرس أيها الأحباب الكرام على ترديدها دائما جعلنا الله تعالى وإياكم من الفائزين بالجنان الحائزين على رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة فالموفق من وفقه الله تبارك وتعالى لطاعته وعبادته وذكره والمغبون من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان ومن أحب شيئا أكثر من ذكره لأنه يتعلق به قلبه وينشغل به عقله فيتردد على لسانه فاحرسوا أيها الأحباب الكرام أذكار غراس الجنة تذكر بعد كل صلاة يشرع لكل مسلم ذكر الله تعالى بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل عقب كل صلاة وقد وردت العديد من الصيغ في ذكرها بعد الصلاة الصلاوات الخمس من هذه الصيغ أن يسبح الله بعد كل صلاة تلاتا وتلاتين مرة ويحمد الله تلاتا وتلاتين مرة ويكبر الله تلاتا وتلاتين مرة ويقول في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيكون بذلك مجموع ما دكر مئة وأن يسبح لله تلاتا وتلاتين ويحمد الله تلاتا وتلاتين ويكبر الله أربعة وتلاتين وبذلك يكون المجموع مئة أو أن يسبح الله تعالى وبحمده ويكبره ويهلله خمسة وعشرين مرة فيكون بذلك المجموع مئة أو أن يسبح الله تعالى عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا كل هذا والد في السنة وكل له أجر وتواب عظيم اللهم وفقنا لذكرك وحسن عبادتك وتقبل منا يا أكرم الأكرمين أيها الأحباب الكرام إن الأذكار والتسبحات من العبادات التي يجب على كل عبد المسلم أن يؤديها كل يوم فذكر الله تعالى يعطي العبد إحساسا وشعورا بالسعادة وبالراحة كما أن للأذكار فوائد كثيرة وتمرات جليلة ينالها العبد في الدنيا والآخرة وربنا قال واذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وقد روى أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت فذكر الله تعالى من أفضل الأعمال اليسيرة التي بإمكانك التقرب بها إلى ربك وقد ذكر الله عز وجل الكثير من المحطات القرآنية التي فيها حد لذكره منها ما قاله جل جلاله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وأيضا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال جل جلاله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقال أيضا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطرف النهار لعلك ترضى فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام تعالوا بنا نسبح لله عز وجل تعالوا بنا نتعاون ونقوم بغراس الجنة نغرس ما ينفعنا من أعمال صالحة في الدار الآخرة فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان الله رب العالمين سبحان الله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة متنا وتلات ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سبحان الله فالق الحب والنوى سبحان الله بارئ النسم سبحان الله جاعل الظلمات والنور سبحان الله خالق كل شيء سبحان الله خالق الأزواج كلها سبحان الله المصور هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان الله الذي لا يعزب عنه مثقال درة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحان الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان الله الذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبحان الله السميع الذي يسمع الأنين والشكوى ويسمع السر وأخفى ويسمع وساوس السدور سبحان الله سبحان الله سبحان الله البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الذي ينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل السواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وينزل الماء من السماء بكلمته وينبت النبات بقدرته ويسقط الورق بعلمه سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان الله الذي يعلم ما تحمل كل أنتا وما تغيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان الله الذي يميت الأحياء ويحيي الموتى ويعلم ما تنقص الأرض منهم ويقر في الأرحام ما يشاء إلى أجل مسمى سبحان الله سبحان الله سبحان الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان الله الذي لا يحصي مدحته القائلون ولا يجزي بآلائه الشاكرون العابدون وهو كما قال وفوق ما نقول وكما أثنى على نفسه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم شكرا للمشاهدة عنوه